اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكمان في تعطيل تطبيق احكام الشريعة الاسلامية ولذلك تلاقي في الصعيد بيمنعه ميراث البنات ويقولك ازاي الطين الطين يطلع بره العيلة وحد راجل غريب ييجي وياخد ارضنا وياخد طيننا وياخد عرضنا لا فبيدوا البنت ارشيل اقلب كتير جدا من حقها الشرعي ويطلعوها بره التاريك الموضوع ده بيقرق كتير من الستات في مصر لسيامة ستات اخواتنا البنات اللي موجودون في الصعيد ولذلك لما بنيجي بنتكلم عن الموضوع ده بنقول للبنات بنقول لهم ان حقك عشان تغديه بنعمل اعلام وراسا ثم بعد كده بنرفع دعوة تأسيم تاريكة وبنقدم في دعوة تأسيم التاريكة كل المستندات الدلة على وجود هذه التاريكة لكي يتم تقسيم التاريكة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في المواريس وزي ما انتم عارفين ان البنات لها أنصبة وفروض لها فروض شرعية فرضت بنصوص قانونية وللذكري مثل حظ الأنسيين وكمان بيكون للبنتين النصف مما ترك الثلثين مما ترك وللبنت الوحدة النصف مما ترك فهذه الفروض اللي حددها القرآن الكريم بيتم تطبيقها من خلال القانون ومن خلال النصوص التشريعية اللي بيتم تطبيقها على دعوة تأسيم التاريكة الحل في هذه المسألة بيكون من اللجوء إلى المحكمة لإعلام الوراثة أولا ثم بعد كده بنقوم برافع دعوة اسمها دعوة تأسيم تاريكة واللي فيها بتلتزم هذه السيدة بأنها تقدم كل المستندات الدلة على أن هناك أنصبة شرعية وأن هناك تاريكة شرعية موجودة هذه التاريكة إذا ما قسمت سيترتب على ذلك أنها تاخد نصيبها الشرعي اللي فرضوا القانون واللي قبل كده فرضوا الشرع والشريعة الإسلامية أحمد مهرات ترجمة نانسي قنقر